مع الأظهر لكن في المحصلة النهائية ذهبت إلى شيخ الأظهر الشيخ أحمد الطيب منذ أيام قليلة والبعض كتب أنه هذا اللقاء بمثابة اعتذار أنك ذهبت لتعتذر إليه وأنه ده تم انطلاقا من تكليف من رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب هل هذا صحيح؟ على الإطلاق خطأ خطأ؟ خطأ على الإطلاق لأنه لا المهندس إبراهيم محلب سألني عن شيء ولا طلب مني شيء ولا أنا ذهبت إلى الدكتور أحمد الطيب للاعتذار أولا أنا أعرف الدكتور أحمد الطيب منذ سنوات بعيدة من قبل حتى أن يكون شيخ الجامع الأصل أعرفه وهو مفتي الديار المصري وأنا على علاقة وثيقة به جدا وعلاقتنا فيها كثير من الأخوة وأنا ذهبت إليه لسبب بلغ البساطة لأنه أول من قام بتهنيئتي بعد أن توليت المنصر فكان من حسن الخلق أن أرد هذه التهنيئة بزيارة إليه في مكتبه يعني ده ليس بتكليف من رئيس الحكومة إطلاقا بتكليف مني أنا ما قالكش روح أعتذر لشيخ لازهر إطلاقا ولك أن تسأل لرئيس الوزراء نفسه من قال هذا واهم ويبدو أنه متعود على مشاهدة الأفلام البويصية الرديئة طيب هنا الزهاب ألم يكن فيه أيضا اعتذار بمعنى أنه بعد ما تحدثت عن فيلم نوح وتحدثت أيضا عن أنه الأظهر يحتاج إلى نوع من التجديد وإلى توسيع قاعدة الاكتهاد هذا كلام أنا كتبته في دراسة كتبتها قبل أن أتولى الوزارة بالمناسبة هذا كلام أنا كتبته في دراسة منصورة في الأهرام بعنوان صراع الخطابات الدينية في مصر تحدثت فيه عن خطاب السلفية المتطرفة الوهابية تحدثت فيه عن خطاب الإخوان المسلمين خصوصا الخطاب القطبي تحدثت فيه عن خطاب الأظهر الوسطي الإسلامي المعتادل والعقلاني ويعني قارنت بين هذه الخطابات السلاسة الرئيسية وتوقفت عند الأظهر وقلت أن لي ملاحظات على الأظهر من منطق المحبة والإخلاص والانتماء لخطابه لأن أنا في آخر الأمر بوصفي مسلما عقلانيا أنتسب إلى الخطاب الأزهري العقلاني الذي بدأت تأسسه منذ رفاعة رفع الطهطة أو حتى قبل رفاعة رفع الطهطة من أستاذي حسن العطار وانتهاءا بالرجل الطيب الشيخ أحمد الطيب هذا الخطاب أنا أعرف خصائصه وعناصره الأساسية وأنا أنتمي إليها بوصفي مسلما وما عدا هذا أراه بمثابة خطاب يعني إما متطرف أو خطاب تكفيري وللأسف هذا موجود يعني أنت لو خطبت لو قارنت بين خطاب الشيخ أحمد الطيب مثلا وبين خطاب ياسر برهان مثلا ستجد الفرق كبير جدا الفرق كبير الفرق بين الخطاب الوسطي الإسلامي السمح وخطاب آخر متطرف لم يعرفه الفكر الإسلامي إلا في المراحل الحنبلية المتأخرة التي اكتملت بفقه ابن تيمية الذي ازداد انغلاقا مع الحركة الوهابية وهي حركة منتسبة إلى ابن تيمية الحنبل في النهاية طيب لكن والدليل إيه يعني لن تجد الشيخ أحمد الطيب مثلا في مجلس يرفض أن يقوم تحية للسلام الوطني أو للعلم المصري مش ممكن هذا رجل عقلي وسطي يقبل التجدد أما الآخر ياسر البرهامي لن يقبل هذا لأنه رجل يرفض التجدد لو سألت الشيخ أحمد الطيب عن رأييه في الفنون الجميلة مثل اللوحات سيقول لك هذا حلال لو سألت ياسر البرهامي سيقول هذا حرام لو سألت الدكتور أحمد الطيب عن التماثيل الموجودة في الأقصر وأسوان باعتبرها تراثك الحضاري لقال لك هذا تراث عظيم ينبغي الحفاظ عليه لو سألت البرهانية وغيره من السلفيين لقالوا لا لا هذه هذه تماثيل نسانية شايف الفرق قد إيه هذا هو الفرق لكن الاثنين إلى أي خطاب أنتمي أنا وأنت الإجابة سهل إلى أي خطاب إلى خطاب الوسط المعتدل نحن ننتمي إلى خطاب الوسط الأزاري المعتدل الذي يصونه ويحميه الأزر ونحن معه في زلق وعلينا إذا رأيناه ضيق علينا في مسألة من المسائل قابلة للاكتهاد أن نناقش